أهلا بكم أعزائي المشاهدين رأينا في الحلقة الماضية كلمة ترائق في صورة المؤمنون الآية 17 لا توافق معناها الذي وضعه علماء الإسلام لهذه الآية ونظيرتها في صورة الجن الآية 11 مما يجعل الباحث يفكر في إيجاد تبرير معقول ووارد لوقوع خطأ ما سهوا أثناء تدوين القرآن في مرحلته ربما الأولى للجمع ومن بين الأخطاء الواردة التي رأينا بعض النماذج منها نقل حرف مكان حرف آخر شبيه به ككلمة طور أصبحت طود وفي هذه الحالة وجدنا حرف الراء كان في واقع الأمر واوا لتشابه الحرفين وهذا النوع من الأخطاء وجدناه على سبيل المثال في مخطوطة سمرقند الرقعة 195 لتأكيد أصل كلمة طوابق بدلا من طرائق في صورة المؤمنون الآية 17 ولتعزيز هذا الطرح قدمنا الآية 15 من صورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبعة سماوات طباقا لتكون الآية في صورة المؤمنون على احتمالية قراءتها ولقد خلقنا فوقكم سبعة طوابيق وما كنا عن الخلق غافلين في هذه الحلقة نقدم لكم نموذجا آخر من أخطاء النصخ في القرآن وكمثال هذه المرة نجده في صورة الأنفال الآية 35 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تخبرنا المصادر الإسلامية في تفسير هذه الآية بأن أهل قريش وباقي القبائل العربية كانوا يحجون بيت الحرام الذي هو حسب رأيهم الحرم المكي طبعا وكانوا يقومون بتقوس وثنية أثناء حجهم لبيت الحرام بمكة يطوفون عراتا حول البيت بالصفير والتصفيق واعتبروا هذا الطقس نوع من الصلاة عندهم وهذا التفسير لا يقف على أي مرجع يعود لتلك الفترة أي في القرن السابع الميلادي وإنما فقط هو الشهاد من المفسرين في العصر العباسي وربما لأنهم يحملون نظرة دونية للأصول العربية البدوية كون معظم هؤلاء المفسرين من أصول فارسية واعتبار كل ما جاء قبل الإسلام جاهلي بدوي متخلف يمشون حفات ويصلون عرات وبالتدقيق في سياق الآية لا نجد هذا للدعاء فالمعنى واضح في آخر الآية مكاء وتصدية فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كلمة مكاء هي في الأصل وفي المخطوطات القديمة مكا بدون همز لأن الهمزة أضيفت لاحقا والمك هو الازدحام كما جاء في لسان العرب لإبن منظور بمعنى المضايقة فتأتي الكلمة وتصدية من التصدي للشيء أي منعه وليس صدى التصفيق كما جاء في التفاسير ولحسم هذه النقطة نجد الآية التي قبلها تفيد التصدي وليس التصفيق تقول الآية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون ونحط شرط تحت كلمة يصدون عن المسجد الحرام فالمعنى واضح جدا ولكن لم يكتفي المفسرون بتشويه صورة العرب قبل الإسلام لكنهم تصدوا كذلك لفكر المتصوفة لما يحمل فكرهم من تسامح وزهد وتصوف بعيدين كل البعد عن القتال والغزوات المصدر الرئيسي لتوسع نفوذ الحكام الجدد ونهب تروات المجتمعات المستعمرة فحرموا طرق الزهد والتصوف واعتبروها بقايا من الموروط الجاهلي حيث نجد في تفسير القرطبي على سبيل المثال عن قتاده المكاء الضرب بالأيدي والتصديا هي الصياح وعلى تفسيرين يقول القرطبي ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلون عند البيت إذن السؤال المطروح ما معنى الآية 35 من صورة الأنثال في ظل علم فقه اللغة المقارن وعلم الخطاطة أولا نلاحظ في المخطوطات القديمة رسم الكلمة جاءت بنبرة بعد اللان وليس بألف المد كما يتضح في مخطوطة مارسيل 18 الرقعة الأولى وكذلك في مخطوطة لندن OR 2165 الرقعة 8 فيمكن قراءة هذه الكلمة على عدة قراءات محتملة منها صليوهم صلبوهم صلاتهم كما جاءت في المصاحف الحالية وغيرها من القراءات الإشكالها هنا مبني على قراءة غير موفقة من القراءة حيث قرأوها صلاتهم رغم وجود كلمة كان بالتذكير وليس كانت صلاتهم كما يمكن فهمها في مجموعة من الآيات على سبيل المثال البقرة 103 والعنكبوت 45 فالقراءة الأكثر ترجيحا بحسب علم الخطاطة في المخطوطات القديمة هي صليوهم بلياء وهذه الكلمة كانت بحسب علم الفيلولوجيا وشرح أستاذنا الدكتور كريستوف ليكسنبرغ تعني الترقب والنصب الكمين للعدو وبالرجوع إلى اللغة الآرامية والسوريانية التي كانت شائعة في تلك الزمان كاللينجوا فرانكا نجد الكلمة صلية بمعنى نصب شركا أو أكمن رصد راقب كما جاء في قاموس من العربي الكلداني إذن الآية تفيد أن هؤلاء الذين يصدون المؤمنين عن المجد الحرام ما كان صليهم أي ترقبهم ورصدهم عند البيت إلا مكا بدون هامس طبعا والمك كما قلنا هو الازدحام والمضايقة كما رأينا في لسان العرب لإبن المنظور وذلك من أجل التصدية إذن المعنى الإجمالي لسياق الحديث في هذه الآية هو أن جماعة تترقب وتتصدى لجماعة أخرى مؤمنة في المسجد الحرام ولا تتركهم في سلام من أجل العبادة والقيام بتقوس الحج فكما رأينا محاولة المفسرين تشويه صورة العرب قبل الإسلام واختيار هذه الآية وتفسيرهم المجحب في حق هؤلاء العرب رغم أن سياق صورة الأنثال لا تتحدث عن قريش والمجتمع العربي بل تتحدث عن أسباب الصراع الذي قام بين البزنطيين من جهة ومن جهة أخرى التحالف العربي اليهودي ومطالبتهم الإمبراطور هرق العظيم بإرتي جدهم إبراهيم أرض كنعان وبخصوص الأرض المقدسة الفلسطينية لتوضيح هذه النقطة كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء